اهلا بكم مع قضية جديدة وغريبة ومسيرة من قضايا المحاكمة قضية النهاردة مليانة مفاجآت واكبر مفاجأة فيها هو الحكم اللي هنتعرف عليه في نهاية الحلقة احداث القضية دي الغريبة جدا ابتدت في قرية من قرى مصر يشاء القدر ان طفل عنده ثلاث سنوات يصبح يتيم بعد ما بيحرمه حادث قليم من ابوه وامه اللي بيموته في الحادث ده ما كانش عنده اي حد في الدنيا غير جدته ام ابوه اللي كانت بتاعش ابوه عشق كبير جدا علشان كده لما ربنا اداها الحفيد ده سخرت ليه كل حياتها ووقتها وايام عمرها وسخرت ليه كل مواردها المادية البسيطة كان كل حلمها انه يكبر ويطلع طبيب الطفل ده كان متفوق في المدرسة وهي ما بخلتش عليه خلص الدراسة الاعدادية ودخل السنوية وبالفعل حصل على المجموع اللي يدخله طب بس ما دخلش طب في المحافظة اللي هو فيها دخل طب القاهرة طبعا نفقات كلية الطب كبيرة ومحتاج سكن ومحتاج مصاريف ومحتاج كل ده اللي ساعد الولد ده في بداية مشواره في القاهرة المزدحمة كان واحد قريبه اخه جدته دي كان بيشتغل بواب على عمارة في محافظة الجيزة في عمارة فخمة جدا على النيل راح الولد ده لجده اللي وقخه جدته يعني وقعد معاه وبدأ فعلا يمدله ايد المساعدة سكنه في سكن بسيط على حسابه ويوم من الايام كان فارق جدا في حياة الشاب ده قاعد مع قريبه ده قدام العمارة وفيه ست عيشة لوحدها ست تخطط منتصف العمر أمر هانم شكلها بيدل على انها يعني ست الهوانم وركنة العربية قدام العمارة والشقة فخمة جدا معدية بتسلم على البواب اللي قاعد بتضرب بترفعنيها فلاقت الشاب الأمور الجميل ده اللي لسه داخل الجامعة أول سنة ولسه عنده حوالي 17 سنة ماكملش التمنتاشر شافت الواد فارع وشكله حلو فبدأت تقول الراجل هو مين الأمور ده يا سيدي قال لها ده قريبي جاي من البلد يعني غلبانه على قد حاله كده وبيكافح والحمد لله دخل كلية الطب وهيبقى دكتور قد الدانية قالت جميل ما شاء الله بالمختصر الواد ما خدش في ايديها غلوة بدأت تسأل البواب عليه بدأ ييجي هو فدعته لشقتها علشان يساعدها اللي هو تعالى شيل قصادي كم حاجة تعالى ايدك معايا بس علشان تعمل لي كذا الكهرباء فصلت فتعالى اعمل لي مش عارف ايه المهم الواد طلع للست مرة واتنين وجابت رجله وبدأت رحلة من الحرام بدأت رحلة من العلاقة غير الشرعية العلاقة المحرمة ممارسة الرزيلة الست دي كانت بتشرب فبدأت تسأل واد معاها وبدأت تغرقه فلوس الواد بطل يروح جمعة اهمل في كليته قاعد نايم قايم عند الست دي الست اخدت منه كل اللي ممكن تكون ست كبيرة في السن او تخطط منتصف العمر عايزها من شاب لسه عنده 17-18 سنة مليان بالطاقة وبالحيوية ومليان بالغريزة المهم الست اخدت كل اللي هي عايزها باختصار يوم من الايام الواد حس ان الست يعني مش قوي معاه هو بدأ الست دي تتحول الى كل حياته جميلة هانم بتشتغل في شغلانة مرموقة عندها فلوس شقتها شياكة بقى ما شافهاش في البلد عندها كل انواع الملزات فبدأت تستحوذ على فكره وكيانه وعوطفه ومشاعره الواد ايه لقى قال لها مالك في ايه قالت له انا عايزة صرحك بموضوع كده يعني ايه قالت له بصراحة في حد كويس قوي وراجل كده ومركز اجتماعي كبير ومتقدم لي للجواز وانا زهقت من الوضع ده وعايزة اتجوز واستقر ومش قادرة اقول له لقى لانه ده ما يترفتش طبعا زعل واتنكد وقال لها طيب ممكن اقولك على حاجة لو انت متضايقة من العلاقة اللي بيننا وعايزاها تتحول لجواز انا مستعد اتجوزك الولد بيقول نظرة السخرية والضحك يعني الاستهانة بيه كانت عالية جدا في التوقيت ده وبدأت تقفل بابها في وشه الولد قعد بعيد عن الست دي حيتجنن عايز يرجع تاني للخمارة بدأ يشرب ويستهتر اكتر وبدأ يفكر في انه مش هيقدر يرجع لجدته اللي كان هو كل امالها الست دي هي اللي تسببت في ضياع مستقبله ففكر انه هو يخلص عليها يوم من الايام بالليل في حدود الساعة تسعة عشرة بالليل قرر انه هو يطلع شقة الست دي وينتقم لمستقبله اللي ضاعة دخل الشقة كان معاه مفتاح بالتأكيد مديهوله بقى ما هو رايح جاي عليها دخل الشقة انتقم من السد وسدد ليها عدة طعنات نافذة كلام ده كان الساعة عشر الساعة حداشر تم ابلاغ الشرطة وحضرت الشرطة وحررت محضر في الواقعة وتم القبض على الولد ده ومحاكمته وتحكم عليه بالاعدام شنقا لانه فيه سبق اصرار وترصد وتعمد وكل جوانب القضية في التوقيت ده كانت لبس الواد ده تدخل في اللحظة دي محامي من اكبر محامين مصر القضية دي طبعا خرجت من مكتبه هو المستشار بهائي الدين ابو شقة اللي بدأ يتولى ملف القضية في اللحظة دي من بعد ما تم الحكم على الولد ده بالاعدام وبخبرة السنين مسك مفتاح من اهم المفاتيح في القضية دي انه الساعة عشر بالليل وقت ارتكاب الجريمة وفتح المحضر الساعة 11 بالليل ما كانش الولد كملت 18 سنة ما تمشت 18 سنة فهيكملت 18 سنة بعد الساعة 12 يعني بعد وقوع الجريمة بساعة واحدة بس طيب محكمة النقد قبلت طلب المستشار بهائي الدين ابو شقة باعادة محاكمة الولد ده على انه حدث وبالفعل تمت اعادة محاكمة الولد ده علشان نكتشف مفاجأة من العيار التقيل خدوا بقى عندكم المفاجأة دي الولد مش هو اللي قاتل الست دي مع انه طلع ومسك سكينة وسدد ليها طعنات الست اتسرق من شقتها في اليوم ده مجوهرات كتير جدا الولد لما تم القبض عليه تم القبض عليه واداعه في السجن بعد اداعه في السجن المجوهرات اتباعت في السوق بالتحريات من بعد ما كان متبلغ عنها تم القبض على ولد سرق المجوهرات بتاع الست وراح يباعها طيب المشهد بتاع القتل ده كان ايه خدوا عندكم يوم الوقعة كان في ضحية من ضحايا الست دي غير صاحبنا بطل القصة الولد اليتيم ابو ثلاث سنين بتاع الطب وكان موجود معاها في نفس التوقيت واختلف معاها بنفس السيناريو بعد كده لما قال فاقواله بعد ما تم القبض عليه اختلف مع الست اتخانق معاها اخناقة كبيرة فمسك حديدة او آلة حدة وضربها على رأسها لما ضربها على رأسها فقدت الوعي لما فقدت الوعي بعد مدة قصيرة جدا ماتت دخل صاحبنا وبعد ما دخل لقاها مغمى عليها من وجهة نظره فسدد لها طعنات علشان من وجهة نظره يقتلها في اللحظة دي الولد اللي قتلها كان مستخبي مسك نفس الحديدة او الآلة الحدة دي وضرب الولد على دماغه نيمه جنبها وهو ماسك السكينة وخلع صاحبنا بالتحري تم القبض على الشاب ده وتم محاكمته وبطل الحلقة في حكم مفاجئ جدا سبحان الله على القدريات يعني الولد ده طلع براءة من القضية لانه وقت مسدد للست دي طعنات كانت فرقة الحياة بالفعل وده اللي أثبته الطب الشرعي بعد كده مفاجئة من العيار التقيل وسبحان الله على الأقدار يشاء انه الولد ده في اليوم اللي تمت فيه الجريمة يكون بعد ساعة واحدة او بعد ساعتين هيتم التمنتاشر سنة علشان يتحاكم مش على انه حدث في اللحظة دي أخد المفتاح ده المحام الشهير وتم إعادة محاكمة الولد ده على انه حدث علشان تتفتح القضية من جديد والتحريات من جديد ونكتشف موضوع المجوهرات ونكتشف ان اللي قتل الست دي مش الشاب اللي هو بتاع كلية الطب لا الولد التاني اللي هو كان ضحية من ضحايا الست دي الولد أخد براءة وطلع علشان يتعلم من درس قاسي جدا درس مرير ويقدر انه الطريق المستقيم مفيش أسلم منه سلم نفسه لشهواته ولنزواته وضعف وراح مشي مع الست كان كل همها اللي هي راح الضحية برضو لنزواتها وشهواتها وكان كل همها انها تشبع رغبتها من الشباب اللي لسه في مقتبل العمر قصة للعبرة وقضية حقيقية بكل تفاصيلها أتمنى نكون اتعلمنا حاجة أتمنى نكون اتعلمنا درس أشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المحكمة ترجمة نانسي قنقر